السلام عليكم. صباح الو الهمة. النهاردة هنتكلم على سؤال جيه هو بيقول انا عنده مشكلة ازالية مع ملفات الريفت بتتقل مني جدا ما ما حاولت اقلل تفاصيل الموديل ولو الموديل محتاج انه يتعامل بتفاصيل كلها زي ان انا محتاج اطلع على سري دي رندر بنفس الملف. انت عمر بينصح ان يكون ده ملف مفاصل عن ملف اللي واحد تفاصيل. ما وكده ما بقاش لانا هاضطر اعدل في اكتر من ملف كده هل في طريقة قسم ملف بي ويكون لينكت بالملف الاصلي? طيب احنا ما بنقسم الملفات بتفضل تمام? لان احنا بنربطهم مع بعض لينك في ريفت لينك لو فتحت الريفت وروحت على قائمة هتلاقي لينك ريفت ولينك اي اف سي يعني ممكن يكون الرجل تاني شغال على الملف غير الريفت بيدهونا اي اف سي وانشانا عاليمة مش يوم شكل خالص. ان احنا نقسم الملف ده اللي هينفي عنه صفة اللي ينفي عنه صفة ان يكون الحاجة معمولة لما اجي اخد ما ما يزهرش اللي موجود في تقدر في الحصر ما يتغيرش. ان انا اعمل على ما يدينيش المعلومة اللي انا عايزها. انما حتى لما بتعمل وتدوس تاب بتدور تعمل سيلكت على العنصر وتعرف المعلومات بتاعته كلها. تمام? فده ما ينفيش فكرة. ما فيش حد بشتغل ملفه مفاصل. يعني احنا اول المشكلة بتجي من ايه? ان الملفه ببقى تقيل. فانا بشوفه العناصر اللي هي ممكن تكون بتاقل المودل قوي. وبخليها في ملفه مفاصل. ولا انا محتاجها اعمل ري لينك. ولا انا ممكن يكون مثلا اعمالها اعمل حوائط. فبش محتاجها لحيط الخارجية دلوقتي. لما احتاجها اروح اعمل لها وابدأ اشتغل عليه. بش محتاجها بشيلها. ممكن يكون مثلا في بعض العناصر مثلا الخاصة بالكهروميكانيكا مثلا. وانا بش محتاجها في شغلي حاليا. تمام? فابعمل لها انلود وابدأ خلص شغل. وبعد كده اعمل لها تبقى موجودة معي وده هيبقى بم لان فيه كل صفات بتاعت البم. تمام? التعديل بيتعدل مرة واحدة. يعني لو انا شغل مسلا في الحوائط. وعدلت حيطة بتعدل في كله. تمام? الملف الخارجي برضو هفتح ملف الخارجي ده اعدل فيه مرة واحدة. تعدل في كل الملفات. ما بعدلش في ملف وبعد كده اروح في اللينكات عدل وبعد كده اروح في السكشل عدل. لا هي مرة واحدة. وده يمكن هو سر كلمة يعيد تكوين نفسه بشكل متوافق. مجرد انه تعدل في حاجة تعدل في كله. ما فيش اي مشكلة خالص واللي عايز يشتغل بالطرية دي اه جميلة. اللي عم يصر يشتغل ملف واحد في كل الشغل. اه لازم يشتغل على جهاز قوي بحيس ان هو يستحمل الحاجات دي.